هكمل تاني فيما يخص النادي الاهلي والاسماعيلي فكلمنا على احمد نبيل كوكا عايز اتكلم كمان عن واحد من اللاعبين اللي المفهود ياخدوا حقهم كويس جدا هو بيرستاو بيرستاو بيقدم مباريات كبيرة جدا مع النادي الاهلي سواء محلية هذا الموسم او افريقيا الموسم الماضي وبيرستاو تحول بشكل كبير جدا مع مرس الكورر سبحان الله كان مع بيتسو موسماني مش بنفس المستور من بيتسو موسماني هو اللي لعبه هو اللي جابه بس هو مع مرس الكورر اشتغل بشكل كويس جدا بس زيه زي حسين الشحات زيه زي كليم فؤاد زيه زي مكهربة زيه زيه الافشة زيه زي محمد هاني لعبه كتير اتطوارت مع مرس الكورر وده شغل الموديل الفني وبعدين تبص على تشكيلة النادي الاهلي دلوقتي تلاقي الاساسي فعليا احنا دايما يقوليك جملة دي الاساس زي الاحتواطي لا ما ببقاش الاساس زي الاحتواطي غالبا يعني بس دلوقتي حرفيا لأساس زي الاحتواطي يعني ايه يعني فيها عالدكة بتاعة الاهلي النهاردة ريدا سليم لو لقيته اساسي على ما كان حسيني الشحات وبرستاو مش هتستغرب هتلاقي افشة عالدكة لو لقيته اساسي ما كان امام عشور مش هتستغرب هتلاقي مرورة عطية عالدكة النهاردة مش هتستغرب طهر محمد طهر احمد عبدالقادر كهرباء بره خالص صلاح محسين بره خالص كريم فؤاد كان بره النهاردة فتتكلم وكانستو كان بره تشكيلها في النادي الاهلي مليانة 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 اسماء ونجوم وده اللي عمله مارس الكولر تخد بالك معظم الاسماء اللي بتلعب في النادي الاهلي اللي اللي كانت موجودة قبل كده مع بيتسو موسيماني ومش عايزة اعمل المقارنات بس هو الفارج كبير جدا بين التطور الفردي عند اللاعبين ما بين مارس الكولر وما بين بيتسو موسيماني بيت سم سماني كان مدرب كبير طبعا ما فيش خلاف بس كتير من اللاعبين ما كانوش بيقدموا مستويات كبيرة على المستوى الفرد لكن على المستوى الفرد وعلى المستوى الجماعي وعلى المستوى التكتيكي مرسل كله المتفوج بشكل رائع جدا مع النادي له